موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الأعزاء مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أخلاقيات الداعية كما هو معهود نأخذ في كل حلقة موضوعا متناسقا مع الأخلاقيات التي يجب على الداعية أن يتمثلها في مسيرته الدعوية اليوم مع خلق عظيم نزلت في شأنه آخر آية من آيات كتاب الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إذا الله صدق الله العظيم خلقنا لهذا اليوم خلق التقوى ونستضيف مجددا فضيلة الدكتور محمد عزدين توفيق مرحبا بكم فضيلة الدكتور ونبدأ بالحديث عن مفهوم التقوى ما هي التقوى شكرا للأخم الجليل والحمد لله الذي يسر لقاءنا مرة أخرى ونحن سنتفيأ في هذه الحلقة ظلال خلق جامع خلق عظيم فأقول بعد الحمد لله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد يلاحظ المتابعون معنا أن بعض الأخلاق تتداخل وهذا طبيعي وعادي لأننا نتكلم عن حسن الخلق وكما يقال كل الطرق تؤدي إلى مكة لكن يتميز كل خلق عن آخر بمعنى أو بجانب خاصة هذه الأخلاق الجامعة عندما نقول الاستقامة أو عندما نقول التقوى فالتقوى من الوقاية فنحن في لغتنا نقول اتقى النار أو اتقى العدو بيده أو بترس أو شيء فالتقوى من الوقاية يعني هنا شيء تجعل بينك وبينه وقاية ما هو هذا الشيء؟ هو عذاب الله هو العذاب والعقوبة والعقوبة فيها جانب حسي وجانب معنوي فالجانب الحسي نسأل الله العافية هو عندما يحق على الإنسان العذاب فيلقى في النار وفي النار ما هو معلوم والعذاب المعنوي هو غضب الله تعالى وصخته واحتجابه وما يلقاه هذا الإنسان من التوبيخ والعتاب واللوم والإهمال إن أسأل الله السلام فإذا ها هنا عقوبة يجعل الإنسان بينه وبينها سترا وحجابا فالتقوى من الوقاية اتقى الشيء إذا كف عنه ضرره وشره فسمي هذا الخلق بخلق التقوى لأجل ما ورد في كتاب الله تعالى من الوصية به في القرآن الكريم الوصية بتقوى الله نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ما هي الأدلة الأخرى التي نستخلصها من القرآن الكريم تأمر بالتقوى وكذلك من السنة النبوية هذه الأخلاق التي نتحدث عنها كلها أخلاق ربانية بمعنى الذي أمر بها هو الرب سبحانه وتعالى سبحانه فيخبرنا بأن هذا خلق يحبه ويرضى عن صاحبه وأنه طريق من الطرق الموصلة إليه وإلى جنته فنقوم نحن بتفاهم معناه وعندما نفهم معناه نعمل بذلك الذي فهمنا فالتقوى من هذه الأخلاق الربانية ولذلك أين سنجد الأمر به سنجده في القرآن الكريم كلام الله عز وجل فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبة ودروسة والأمور التي لها شأن بخطبة عرفت بخطبة الحاجة وكان يضمنها ثلاثة آيات واحدة من سورة آل عمران وواحدة من سورة البساء وواحدة من سورة الأحزاب صحيح ما الذي تشترك في هذه الآيات الثلاثة الأمر بالتقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا صحيح الوصية بالتقوى في كتاب الله تعالى في عشرات الموابع حتى إن في القرآن آية أمر الله عز وجل فيها نبيه يا أيها النبي اتق الله و هذا يبين أن الإنسان قد يؤمر بالخلق وهو متخلق به فعندما تقول لشخص اتق الله فليس معنى ذلك أنه لا يتق الله ولكن ها إما تأمره أن يستمر على تلك التقوى أو تأمره أن ينتبه إلى شيء خدش في هذه التقوى لذا إذا قال المسلم لأخيه اتق الله لا ينبغي أن يفهم الأصل أنه ينزعج من قول أخيه يعني اتق الله مع أنه الإنسان يكون تقيا و تفوته أشياء فيحمد الله أنه وجد أخا ناصحا ينبغه فعندما تقول لإنسان يا فلان اتق الله يقول الله مجعلنا من المتقين ما هو الأمر يعني ما هو الأمر فوصية الله تعالى للأولين والآخرين وصية الله للناس وصية الله للمؤمنين وصية الله للأنبياء هو تقوى الله لا يتكبر على هذه الوصية أحد ولا يردها أحد في قلبه إيمان إذا قيل له اتق الله فليدعو وليسأل الله تبارك وتعالى أن يكون من المتقين وأما الأحاديث النبوية فكثيرة ونستحضر حديثا جامعا ومعروفا اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق الحسن فالأحاديث النبوية ويكفي أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح ويجعل آخر خطبته التي يفتتح بها هذه الآيات الثلاثة لماذا؟ لأن الوصية الجامعة تسبق الوصية الخاصة عندما يريد الخطيب في منبره أو الواعد في كرسيه أو المربي في مجلسه أن يتحدث عن الصلاة أو يتحدث عن الحج أو يتحدث عن بر الوالي أي موضوع يتناوله فهو أمر بتقوى الله ولذلك عندما كان صلى الله عليه وسلم يوصي بتقوى الله أولا لأن إقامة الصلاة من تقوى الله وإيتاء الزكاة من تقوى الله أي موضوع جاء بعده فهو فارع عن الوصية الأصلية وهي تقوى الله عز وجل ولذلك نجد في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالتعليل هنا أي تعليل الصيام بالتقوى وهذا ربما ينطبق على جميع العبادات كل العبادات تؤدي في نهاية المطاف إلى هذا الخلق العظيم وهو تقوى الله سبحانه وتعالى صحيح التقوى خلق من تخلق به فقد سلك طريقا إلى الجنة لأن الله تعالى يقول إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في مقام أمين إن المتقين في ظلال وعيون لكن الطرق الموصلة إلى التقوى كثيرة ومنها العبادات وفي مقدمة الأركان الأربعة الصلاة والزكاة والصيام والحج لأن كل عبادة يؤديها المسلم فإنها تحدث أترا في قلبه تسقله تطهره تجعله أكثر إنارة وإضاءة لأن التقوى هي حقائق دينية إما أن تكون مضببة في القلب يعلمها ويغفل عنها وينساها وإما أن تكون مشعة مضيئة ومنيرة فأن يعلم بأن الله تعالى يراه ويعلم سره ونجواه وأنه لا يعزب عنه متقال ضرة في الأرض ولا في السماء أن يعلم بأن الملائكة الموكلين به بالليل والنهار يعلمون ما يفعل ويكتبون أعماله خيرا وشرا أن يعلم بأن جوارحه تدون شهادتها هي الأخرى صحيح وأن يعلم بأن الأرض التي يعيش عليها ويمضي على ظهرها حياته لها هي الأخرى شهادة يوم القيامة صحيح تشهد بما عمل على ظهرها تقول فعلت كذا يوم كذا وفعلت يوم كذا كذا وكذا أن يعلم بأن الدنيا لكل أحد وللجميع ولكن الجنة ليست لكل أحد صحيح شيء كبير الدنيا للجميع فيها كما جاء يأكل منها البر والفاجر والآخر وعد صادق فليست الجنة للجميع وإنما هي للمتقين هذه الحقائق الدينية قريبة ليست معقدة قريبة فإذا سألت أي مسلم وقلت له هل تعلم بأن الله يرى تقول نعم وأؤمن بذلك هل تعلم بأنه يتعاقب عليك ملائكة بالليل والنهار يكتبون أعمالك ويشهدون عليك أولاك يقول نعم وتقول هل تعلم بأن الجنة دار الطيبين وليست دارا لكل الناس يقول لك نعم وتقول له هل تعلم بأن المعاصي والدنوب هي طريق النار يقول نعم يقول نعم ولكن المشكلة هي هذه الحقائق هل هي حية مفاعلة في القلب مفاعلة هل هي حاضرة تؤثر في الاختيارات تؤثر في التصرفات أو أنها موجودة ولكن رعان عليها ما كان يكسب غطاها كثير مما يفعل فكيف تحيى هذه الحقائق كيف تحيى بهذه العبادات طلب العلم ذكر الله تعالى تلاوة كتابه الكريم الصوء الصلاة الزكاة الصدقة الحج والتفكر في بديع صنع الله تعالى وأمثال هذه الأعمال تتعاون لتطهير القلب مما يرين عليه فإذا هذه الحقائق بارزة وحاضرة فتجد الحمد لله تأثيرها على الإنسان ولهذا أول التقوى العلم وبعد ذلك حالة من المراقبة المستمرة ومن الخشية الدائمة التي تحجز الإنسان عما يوجب العقوبة وهذا ولذلك الحمد لله التقوى طريق الجنة والعبادات والأعمال الصالحة طريق التقوى طريق التقوى بالنسبة لتجليات ومظاهر التقوى في حياة وسلوك الداعية في التقوى أولا يحتاج الداعية إلى هذا الخلق لنفسه لأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ربما لا يعلم عنه الناس ربما تكون صورته عندهم صورة حسنة ولكن يحتاج إلى التقوى حتى تكون صلته بربه وسريرته التي لا يعلمها الناس حسنة بغض النظر عن الناس ويحتاج إلى هذا الخلق لكي ينقله إلى الناس فالناس يخالطون من يدعوهم ويعلمهم ويربيهم وقد يسافرون معه ويجالسونه في بيتها أو في المسجد أو نحو ذلك فيسبقهم ويسيرون خلفه لا يزعم أنه أحصى هذا الخلق علما وعملا ولكن يرون منه أنه يجاهد نفسه ويبدل ما في وسعه حتى الحمد لله يكون هذا العلم في صدره هذه الحقائق الدينية تكون في قلبه وتحجزه تحجزه عما نهى الله عز وجل عنه وتظهر آثار ذلك لا محالة وينتفع بذلك الناس فيعظم أجره فهو سيحدث الناس عن هذا الخلق أحيانا وسيفصل القول في الطرق الموصلة إلى التقوى فإن شاء الله إذا فعل ذلك وهو يسير في طريق التقوى لن يشعر بالتناقض وكأن هذا الخلق للناس يأمرهم به دون أن يدخل نفسه في الخطاب أكيد أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى قوة وإلى صبر وإلى مصابرة وهنا وأنتم تتحدثون حصل في ذهن هكذا الاشتقاق الكبير كما يصطلح عليه اللغويون التقوى والتقوي لو وضعنا المصطلحين معا في مسئلات الدائية كيف سوف تكون نتيجة خطئة دكتور القوة خلق آخر والتقوى خلق فواضح أن الإرادة القوية والعزيمة الصلبة مما يعين الإنسان على التقوى فينشدها بعزيمة بقوة يعلم أن هذا كنز أن هذا مكسب عظيم ولذلك القوة في خدمة التقوى والله أعلم أو قد تؤدي التقوى أيضا إلى التقوي في مسيرة الدعوة أيضا إذا بارك الله سبحانه وتعالى في هذا الدعي المتقي الذي يخشى الله في سره وعلانيته أيضا ومن خلال التقوى يعلم ما يجب عليه وما لا يجب عليه ونسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق لنا ولكل الدعاة القادمين والذين هم الآن أيضا يعيشون في معترك هذه الحياة أيها الأفاضل وصلنا إلى نهاية الحلقة وخذوا من فضلة الدكتور أنه يقول لكم أن أساسية التقوى موجودة عند كل داعية ما يحتاجه فقط هو أن يفعلها في حياته وفي مسيرته الدعوية دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة